هذا وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن مصر لم تعطي إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هدوم حماس من غزة في السياق ارتفع عدد القتل الإسرائيليين إلى أكثر من 1300 منذ يوم السبت الماضي من بينهم 279 وفا مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي فضلا عن إصابة الآلاف من بينهم المئات في حالة حارجة اشتركوا في القناة